تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة من ضبط 229 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 27 طن خلال 24 ساعة كما تم ضبط طنين من الأسمادة الزراعية في مجال حجب السلع الاستراتيجية وضبط قرابة 16 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 9 أطنون دقيق ودعم وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 333 قضية من بينها 65 قضية خبز ناقص الوزن واحدى وثمانون قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر